بعد أكثر من أربعين عاماً على ارتكابه جرائم في حما ومناطق أخرى من سوريا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق رفعة الأسد النائب السابق لحافظ الأسد وعم بشار وقائد ما كان يعرف بسرايا الدفاع في سوريا المحكمة الفيدرالية السويسرية قالت إنها أصدرت المذكرة لتحققها من دور رفعة في جرائم الحرب الجسيمة التي ارتكبت في مدينة حما عام 1982 منظمة تريال انترناشنال الحقوقية المستقلة قادت الدعوة المقدمة للمحكمة وتعاونت معها كل من الشبكة السورية لحقوق الإنسان والمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ومصادر أخرى من شهود عيان وضحايا وصلت إليهم المنظمة بمساعدة المنظمات السورية تأتي المذكرة في وقت متأخر حسب ما يبدو فرفعة الأسد عاد إلى سوريا بعد أن عاش عقودا من الزمن في فرنسا دون حساب أو عتاب ولذا فإن أمر اعتقاله الآن بيد ابن أخيه بشار رئيس سلطة الأسد الذي ارتكب جرائم فاقت بكثير ما ارتكبه رفعة وحافظ الأسد ليست المرة الأولى التي يصدر فيها إجراء قضائي بحق رفعة ففي عام 2021 أقرت محكمة الاستئناف الفرنسية في باريس الحكم على رفعة الأسد بالسجن أربع سنوات تحت مسمى قضية مكاسب غير مشروعة لاتهامه بتأسيس أصول بقيمة 90 مليون يورو في فرنسا بين شقق ومزارع للخيول وقصور ليظهر رفعة عقب ذلك في سوريا وهو يرقص مع أحفاده لا عدالة في الدنيا حتى الآن تطال رفعة الأسد ولا حتى بشار الأسد ولا أي شخص مسؤول عن الجرائم بحق السوريين وهو ما يجعل الخصومة قائمة في ذاكرة الضحايا حتى ينال الجان عقابه بأي شكل من الأشكال